المباراة بتاعت المغرب والارجنتين حصل فيها حدث تاريخي من الاحداث الاستثنائية اللي بتقعد تفتكرها بقى مع كل اولمبياد تقول سنة 2024 حصل موقف مش عارف ايه وكذا دي من الاحداث اللي هي ايه بتفضل بتتعلق في الزاكرة ايه اللي حصل احكيه لك احكيه لك تفصيلا اللي حصل اللي مفرقش على المباراة واحداثها يعني مباراة تاريخية استمرت قد ايه؟ استمرت اربع ساعات ايوه عشان بس تسجل عندك مباراة في 2024 في الاولمبياد اولمبياد باريس استمرت اربع ساعات بدأت الساعة اربعة خلصت تقريباً تمانية وخمسة بدأت الساعة اربعة خلصت تمانية وخمسة ازاي ده يا كريم ازاي ده حصل يعني هقولك المغرب لعبة مباراة قوي جداً وطبعاً المتولق الاول سوفيان رحيمي سجل هدف اول كان من اسست من اشرف حكيمي وسجل هدف التاني من ضربة جزاء اتنين لشيء هدف في الشوت الاول وهدف في الشوت التاني لمنتخب المغربي بعد كده المنتخب الارجنتيني دايق الفارق وبقت النتيجة اتنين واحد حكم المباراة احتسب 15 ديئة وقت بدلاً ضائع ديئة 15 وشوية ديئة 16 يعني سجل المنتخب الارجنتيني هدف التعادل زعل بقى وغضب وكلنا ايه دايقنا نزلت الجماهير ارض الملعب قبل ما الحكم يصفر صافرة نهاية المباراة فالحكم والفرقتين دخلوا قط اللبس ونحن جميعاً نتصور ان المباراة كان الحكم صفر وخلست خلاص بقى خلست اتنين اتنين بعدها بشوية بدأت وسائل اعلام في العالم كله تتحدث ان المباراة لسه فاضل فيها ثلاث دقائق نعم الحكم ما صفرش طيب ما قد يبقى فيه خلال قانوني في المباراة طيب يا منتخب ارجنتين يا منتخب يا مغرب ارجعوا تاني عشان هتخشوا المباراة وتلعبوا ثلاث دايق ده بجد اه بجد ماشي بعد مفاوضات ووقت ضايع وتفاصيل كسيرة جداً رجعوا الفرقتين وقال لك خلاص ان المباراة تستكمل في الثلاث دقائق دول في السامنة مساء راحوا الفرقتين نزلوا ارض الملعب الكورة بقى اللي كان سجل منها المنتخب الارجنتيني هدف التاني كان المفروض تتراجع في الفار فرجع الحكم راجع الفار لقى الكورة تسلل بقت النتيجة كام بقت النتيجة اتنين واحد للمنتخب المغربي والمباراة خلصت على كده المباراة خلصت على كده